لأول كلمة الكابتن محمود الخطيب في المؤتمر الصحفي لتوقيع عقد الرعاية بين الأهل وشركة إيدام بسم الله الرحمن الرحيم في البداية برحب بالسيد دكتور إيهاب كامل رئيس مجلس دارة شركة إيدام للخدمات الطبية والعودة المنتدى وبرحب بكل السادة الحضور وانا النهاردة حقيقة سعيد جدا ان انا شايف مجموعة كبيرة من أعضاء النادي موجودين يعني أسر المكان وأتمنى باستمرار أن نكون موجودين مع بعض إن شاء الله يعني الحقيقة من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا علينا احنا كلنا كأهلوية النادي الأهلي منذ نشآته 1907 وهو منظومة متكملة كل عناصرها بتكمل بعض تتعاقب الإدارات وتعاقب المجالس الإدارات المديرين اللاعبين الفرق كل الناس بتتعاقب ما حدث بيخلد ولكن في الآخر تفضل منظومة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى تفضل منظومة كلها متنغمة ومتمسكة بكل عناصرها إدارة أعضاء جماهير عاملين لعبين كل المنظومة دي مع بعض كده وكل أفراد الفرق الرياضية المختلفة كلهم بيجمعهم حاجة واحدة بس الكيان الكل على قلب رجل واحد الكل في ظهر وخدمة الكيان كل واحد طبعا فيه موقع يعني لأن احنا كلنا لما بنحاول نخدم المكان اللي احنا تربينا فيه المكان اللي يعني جمعنا كلنا المكان اللي بيخلي شريحة كبيرة جدا 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 من الشعوب مش عايزة أقول بس شعب ما الشعوب الأهلوية في كل مكان في العالم لما نكون احنا عارفين ان دوت بيسعاد الناس كل واحد بيقدم الخدمة دي أعتقد ان ربنا برضو يجازي خير ان هو يستطيع انه يساهم في اسعاد الناس وإضافة تاريخ جديد وطاريخ مستمر بإذن الله لنادي يعني وللكياني النادي الأهلي مثلا بقول دايما أنا في كلماتي يعني ان الجمهور جمهور النادي الأهلي هو السند وهو الشريك في كل النجاحات والانتصارات لكن وأعضاء النادي الأهلي أعضاء العاملين في الأهلي هم جزء أساسي وحيوي وفاعل من جماهير الأهل العريضة والعريقة أعضاء الأهلي وجماهيره هم أول من يعطوا الثقة والقوة لأي مجلس دار لما يكون في سقة في مجلس الإدارة سواء من الجماهير من الأعضاء وخاصة الأعضاء اللي هم الأعضاء العاملين اللي هم مطلعين باستمرار جوه النادي على ما يقدم من مجلس إدارة أعتقد أنهم بدعمهم بيخالوا الناس تزيد وتخالوا الناس تحبوا دايما أنها تشتغل أكتر وتشتغل أكتر بحب الدعم للكيان والحرص على مصلحته هم الأساس من غير النظر والأسماء والأشخاص كلنا زائلون كلنا زائلون أو زائلين بقى لحد يعقب الله في اللغة العربية يعني كلنا في زوال إلا طبعا الله سبحانه وتعالى ويبقى الكيان بيتعاقب عليه ناس لكن الكيان موجود بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا زي ما قلت في كلماتي قبل كده برضو إحنا كلنا ككتلة واحدة أعضاء عاملين جماهير إدارة إدارات الفرق كل اللي عاملين في النادي له إدارة تنفيذية مجلس إدارة طبعا كلنا بنسعى لكل نقدم ونحاول مع بعض كمنظومة واحدة نقدم دايما الشغل اللي يعود بالخير بإذن الله على النادي الأهل اللي بنفخر جميعا بالانتماء لهم وإحنا كمجلس إدارة خدنا عهد على أنفسنا من ساعة ما ابتدينا أو قبل ما ابتدي كمان إن إحنا بنبذل أقصى جهد لنا في خدمة هذا الكيان محدش فيه يعني منحل واحد تعهد الله سبحانه وتعالى إن كل دقيقة تمر في حدنا في خدمة هذا الكيان يكون لخدمة الكيان ده بدون أي تطلعات أخرى علشان كده إحنا بنبخلش بذ أبدا بأي جهد ولا وقت ومنسع دايما نحن نقدم ليه الأعضاء كل اللي ربنا بيقدرنا عليه مش بس في الإنشآت الحمد لله عندنا زي ما قلت قبل كده عندنا أربع عندية الحمد لله يعني والأربع عندية بتشهد إنشآت كتير الحمد لله رب العين ومش بس بطلات اللي ربنا يزيد ويبارك فيها بإذن الله وتستمر إن شاء الله على طول لكن كمان بتدين نبص على كل الخدمات اللي بتقدم فيه خدمات بتقدم داخل النادي لكن فيه خدمات تانية بنحاول أو بنحاول نوفرها وتكون مفيدة بالنسبة لكل الأعضاء على اختلاف أعمارهم وظرفهم النهاردة بنقدم برنامج الخدمات الصحية لكل الأعضاء وأسر العاملين في كل المراحل السنية ولمدة أربع سنين إن شاء الله من دلوقتي وبعد ما الأستاذ الشريف كيمكن قال كلام كده في كلمته أو أدانا فكرة مختصرة يعني عن الموضوع حترك طبعا للسيد الأستاذ إهاب شرح كل التفاصيل المهمة عن التعاون المشترك لخدمة أعضاء النادي أخيرا يعني الشكر موصول لكل واحد من حضراتكم بشكركم جدا جدا على تواجدكم وأدعو الله سبحانه وتعالى وربنا يكرمنا دايما لخدمة هذا كياند كبير شكرا جميعا لجميع السادة الحضور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكلمة في المقدمة كانت بتدي رسالة لكثير من اللغة التي كان كلنا زائلون النادي الأهلي كله على قلب رجل واحد محدش بيطمع في تطلعات أكتر من خدمة المكان بيرد بي على كثير من الكلام اللي تقال والمجلس قاعد كله مع بعضه في لحمة وده حاجة مهمة جدا ولكن أهم حاجة أنه برضو رح بيشرح بقى الخبر الجميل اللي قلناه للأعضاء وده بيوضح برضو أن النادي الأهلي شغال يا أستاذ إبراهيم رياضة منشقات خدمات عامة دور مجتمع للنادي مع مؤسسات اجتماعية دور صحي للأعضاء بقدر الإمكان وخدمات أخرى يعني لما تشوف الخدمات المتاحة في النادي رخصة العربية البنوك الشهر العقاري والفروع طباعا والشيخ زايد جاي وقريب جدا فكل ده خدمات لصالح أن العضو يبقى قاعد مش محتاج يروح حتة تانية قاعد في النادي بيعمل كل اللي هو عايزه وده شيء جميل جدا ومد يعني الأسعار القديمة لمدة ستة أشهر أو سبعة أشهر تقريبا هو ده شيء كان مطلوب وبرضو يا جماعة ما تتزنقوش بقى لآخر وقت ممكن يعني مؤكد أن بمجرد الافتتاع مش هتتمد الأسعار دي تاني الحق اللي عايز يعمل عضويته ده النهارده شركات التطوير عقاري في التجمع جزء من تسويقها النادي لا مش مجبار النادي لا ده في بعضهم بيوعد اللي يشتري واحدة بكذا يعملوا العضوي يعملوا العضوية يعملوا العضوية يعملوا العضوية اللي مش عيده مم ووسيلة جزم هو النادي الآلي ده إيه يا أخواننا لا والله العظيم النادي الآلي ده حاجة تانية لو كنت اعلمي